موجودة للتدريب وأن الكتل السياسية جميعاً أقرت هذه الحاجة فأمامنا عدة خيارات الآن تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الأمريكي منها أن تكون القوات الأمريكية ضمن حلف الناتو الآن عندنا اتفاقية مع الناتو تعمل الآن قانونهم مطروحة أمام مجلس النواب 300 مدرب للناتو وممكن أن تدخلوا إياها مدربين وخبراء أمريكان ما نمضي به الآن باتجاه إيجاد مدربين وخبراء للسلاح الأمريكي المشترى في العراق هو أن يكون الاتفاق بلا حصانة وبلا ذهاب إلى البرلمان لأننا نعرف وقلنا سادقاً للجانب الأمريكي أن أي شيء يذهب إلى البرلمان لا يمكن أن يحصل على موافقة آخر طرح كان عندهم قبل الكلام الصدر من الكتل 3400 3400 الجانب العراقي أعتقد أن هذا العدد أيضاً ما محتاجين هذا العدد الكبير لكنه كم إلى الآن لم يعطي الجانب العراقي الرقم المطلوب الآن المفاوضات الأكثر جدية هو توفير الغطاء تحت أي عنوان أسهل لا لا هذه طبيعية لأنه البقية الأشياء تأتي ضمن السياقات الطبيعية نحن مو دولة بدعة بالعالم كل دول العالم تشتري السلاح ويأتي مع السلاح مدربين وخبراء ترجمة نانسي قنقر